شحر من أمر عسير تيبلينا شر حيث شببساطة في الظاهر ديالو شر ولكن اللطف اللي تيخفي فيه مولانا من مراه نقدرو ما ندركوش و ما نعرفوش حتى كان طايحو و كان تتدو عاد ربما كتبلينا ذو كل حقائق حكايتنا الليلة رائعة في هذا الدرس هادشي اللي غدي تسمعوه وهادشي اللي غدي تستفدو والمعنى الحقيقي انت عسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبو شيئا وهو شر لكم سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لانكم تكونوا بخير و على خير اموركم هانية و احوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد اذا كنت يجيب على قناتنا نقول لكم مرحبا بكم و اذا كنتي ما زال ما نطميتش لعائلة ديالنا شنوك بقي ما زال كتسنة ما تنساش انك تفعل الجرس اللي تحس باش تبدأت توصل باي فيديو كيف كان حطوه ولما بدو هاد الحلقة اسأل الله عز وجل انه يفرج على خوتنا لفلسطين انا عارفة بلي انه بزاف منكم لي هاد الايام مزير ولكن شوفوا كل شي في دمو لنا احنا عندنا الله و في الاخير غزة للمسلمين بغاول الله كرهو و انا عندي ايمان كبير ولو يبقى مسلم واحد ولو فلسطيني واحد هذا وعد رباني انه فلسطين للمسلمين فاخر ما تطلش عليكم اكثر و نقول لكم يا الله لنبدأ انا حنان انا البنت الوسطانية ما بين اخوتي عندي اختي اللي هي كبر مني و اخوي اللي هو صغر مني ثلاث سنين قبل ما ندخلكم في الصلب الحكاية و بما انا و ماما هي اللي معنية بهذه القصة خلينا عارفكم واحد شوية عليها ماما و اخوتها اخوالاتي عاشوا واحد طفولة اللي هي خيبة بزاف امها كانت مزوجة بواحد الرجل قبل و كان عندها معها زوجة الولاد من بعد تلقات منه و زوجة بجد الله يرحمه و في المجموع غادي كون عندها عشرة ديال الوليدات ماما غادي تعيش في العربية تكرفسات بزاف عاد غادي انتقلوا من بعد المدينة و غادي يعيشوا في بيت واحد اللي في عشرة ديال انفوس ماما مصغرها كانت تشوف دكشي و ما كانش رضي عليه و تحرمت من دراسة حياتش ببساطة خوتها ذكورة اللي كانوا قباح ما كانوش يخليوها تقرأ ولا تلبس لا هي ولا اخوتتها لبنات كان انخوالاتي اللي خدمات و هي بنت عندها 12 سنة و غير في الضيور و حتى ماما غادي تخدم امها او لمهم فاش كانت تكذل بغرير كانوا كي خرجوا يبيعوها معاها و باي ذا مشاكي يبيع الهندية كانوا كي خرجوا يبيعوها معاه لدرجة قاح اخوالاتي بقوة ما كانوا مزيرين غادي تزوجوا و هم صغار و اي زواج بحيلة كانوا بغين غير يهربوا من هذك الضغط اللي كانوا عايشين مصد منه ماما تزوجت بابا اللي كان ماشي ميسور ولكن بالمحل دياله و ماما كانت ربت البيت انا ذاك مخداماش عيات ما تطلب منه انه يدير لها البيرمي ولا تدير شي مشروع ولكن ما كانش مخلي لها واحد من نوع من الحرية في انها تطور داتها و توصل اللي بغات كناتنا نقراو في المدارس خصوصيا حيث اش حالتنا المادية الحمد لله كانت مستقرة ولكن واحد اللحظة غادي يبيع بابا الحانود دياله و غادي يدير واحد الكاميو اللي كان بغي بتلبيه الحرفة و يطورها ولكن غادي يفشل فات المشروع دياله و استقنا ما بين ليلة و ضوحها غادي يبيعوا كل شي فراشنا الصال و نحويجنا وهنا ماما غادي تخرج باش انها تخدم حيث دخلنا في معاناة و بابا مبقاش كي يخدم و غادي يقلبوا الأدوار مع بضياتهم بابا غادي يولي قرس في الدار مقابلنا و كي طيبلينا و كي وكلنا و ماما هي اللي كانت كتخدم بكري على بره باش انها تخدم و تجيبلينا دارت المدة و كبرنا و وصلنا الإعدادي ماما بقتل علاقة بلنا اي حاجة في هالحلال كتكون سابقة لها دارت الميناج خدمات في الوزينات دارت كل شي اللي غادي يتقاتل فيه فوق من هادشي كانت ماما إنسانة اللي هي حنين علينا و قلبها كان بيض و كي بقى فيها كل شي و عزيز عليها كل شي و تعاون الصغير و الكبير المهم غادي نوصلوا للتاسعة اختي اللي كبر مني ما نجحتش فيها فغادي نقرأ أنا و اياها و لكن في هذه المرحلة ماما ما تفهمتش مع بابا حاجة بزاف ديال الحويش غادي تطراه بزاف ديال مشاكيل حل مثلا انه كانوا كي تدفعوا لي بزاف ديال الشيكات و هي خرجته من تموت سلفات و خلصاته كالشيكات و هزات كريديات لدرجة انه كانت هي غادي تمشي للحبس فقررت باش انها و اخيرا تفرق هي وياه و خما كانش هو باغي و لكن هي اللي غادي تدفع للاطلاق المهم بعد هذه المرحلة حنا تكرفتنا بزاف و جيناس كالنا مع جداتي و مبقيناش في الدار اللي فيها بابا ماما كانها القاتل ذيك الحرية اللي قمع لها بابا في اللول بمعنى ان اولاد كتخدم و اولاد كتدمر و كتكون رأسها و كتكوننا معها فولاد كتجي بس العام شمال و لينا بشوية بشوية كتحسن الحالة ديالنا من بعد ماما غادي ترهل لنا في واحد الدار فنعودش لكم الفرحة اللي اللي حسينا بها و حسينا بلي انه و اخيرا الحياة ضحكات لنا من جديد فبقينا عايشين انا و اخوتي و ماما بابا كان يجي عندنا مره مره و يصرف علينا مره مره و اخذ تلقو كان تبقات ما بيناتهم واحد العلاقة اللي هي حبية حنا البناس فاش كبرنا كل واحدة شنو دارت فينا انا مشيت للتكوين اللي خدمت به اختي كذلك و لكن كل واحدة فينا كان تختارت الشعبة اللي تناسبها و الحمد لله المهم غادي ندير 18 عام تزوجت و اختي دارت 20 عام و تهيت تزوجات عايشنا بخير و ماما حتى هي عايشة مزيان بقاتت تقاتل و كانت جمع من هنا و هنا حتى غادي تشري الدار و كان هذا هو الحلم ديالها من ديمة لانه فاش كنا ساكلين مع بابا كنا شارين غير الساروت فماما تكونت عندها عقدة انها بغاد الدار الملك ديالها اللي تحمينا و جمعنا ماما انسانة اللي هي طاموحة و بما انه خصوصا كانت معقدة من الجملة اللي كانت تقلع اليوم و ماما صغار انت عشرة في بيت واحد فبدت كتتتقاتل و كتتحلم و كتتدمر و بغاد دار و بغاد دير طوموبيل بغاد دير مشروع ولو غير صغير كتقول حتى اذا كبرت و خلات الصحة ديالي على الاقل لقاش حاجة اللي نكون بها انا المهم بعد ما تزوجت انا و اختي الحمدلله كانت احوالنا بي خير و سعاداء من ينتدت طريق الشمال ماما غادي تقرر باش انا تجيب سلعة من بلاد واحد اخرى اللي بدت كتجيب بي جملة و كتبيع المحلات انا فاش تزوج غادي نكري انا و راجلي اللي كنخدم على برا ماما غادي تقطر حليا انه مكي لاش نكري و نجي نعيش معاها حيث بقى صغير هي و اخويا الصغير و مكي لا راجل لا والو نبقى معاه فاش يجي راجلي غادي يجي الدار عندها فعلا غادي نطلق ذلك الدار و غادي نسكن معا ماما كنت انا هي اكثر انسانة قريبة لها و كان عارف شنو في الداخل ديالها و ما كانت تخبيع لي حتى شي حاجة صغيرة و كنت كنعرفها داخلين و خارجين بزوج اي حاجة كندرها كندرها مجموعين بقينا هكاك عايشين بخير غادي يجي راجلي يستقر في البلاد و ما قديش صراحة انا نبعد على ماما حتى كنفكر انا ننكرين خروج و ما تنقدرش و حتى هي كنت كتقول ايا بقى معايا ضرر خاويا و كنا غير انا و اخوك المهم غادي نسكن معاها و بخير و غادي نولد وولدي و بعد مدى 4 شهور في هذه المرحلة ماما قديت تعرف على واحد الراجل عن طريق البيع الشراء عرفته في الاول على اساس انها غادي تشري من عنده واحد موبيل من بعد غادي تطور العلاقة مبينتهم و بدكي وعدها بالزواج و اخا كان مزوج و كانوا عنده 3 سنة على الوليدات مما للأسف غادي تتعلق فيه و لا تكتبغيه حيش ببساطة هو غادي يوريلي هالحياة الوردية بلي انه غادي ديال اوروبا و غادي عاونها و غادي حقق لها قاعدك شين اللي بغات و باللي معاه غادي تعوض الليدات و بعد ذات 3 سنين على هذه العلاقة و غادي تزوجوا في السر لا هي قاتل العائلتها و لا هو كذلك انا الواحدة مع واحد خالتي اللي كانت قاتلين هاد الخبار قاتلينها راني غادي نزوج كنت لها تزوجي و عيشي حياتك تكرف استمافيه الكفاية و قاسيتي من حقق هذا كي تزوجي بغيت نزوج ولكن كل شي غادي تقل الخبار و خايفة من الكلام الناس و خايفة لانه و هذا الرجل ما يصدقش ليه و نطلق من جديد و يقولوا بلي انا اللي فيه العيب لا ماما ما تدعف حتى شحد عيشي حياتك عيشي حياتك انتي ولي كنتي و انسي العائلة و الناس و حتى ما بغيش تقول ليها دابا تل من بعد من بعد ما تتعرفي على رجل الشخص مزيان حيث اش زواجه مماره ماشي هو العلاقة انتا قبل و ديك الساعة من بعد نشر الخبر كيف ما بغيتي المهم هذك الشخص اللي اختارتو كشارك حياتها كان صراحة خبيث و ماشي صافي وبالزاف دي الحويج اللي خايبين و النهار عرفته هي اللور اللور تبدل لي هلو ندوجها و غيرك تخمم و و خارقه ما عرف شفاش من يدارو العقد كانت مابلتهم واحد العلاقة اللي هي مسمومة غادي تقول لي مهوسة به الواحد درجة اللي هي كبيرة غادي تدير ليه جي باس في التليفون ديالو والمايك و اللي كانت كتت تسنطليح على جميع المكالمة ديالو و كانت كتبغي يتعرف فين كيمشي و فين كي يجي و اللي تفعلا بهذا المعنى مهوسة به الواحد الدرجة اللي هي كبيرة هو كان في تيخر بقف ذاك شي تاع التوموبيلات المزورين و ذاك شي غادي اعتها واحد توموبيل مزورة بوريقات اللي هما مزورين هي بقد كتتستعملها علما انها كانت تعارفة بلي انه فيها شي حاجة اللي ما مقداش بحل كارد غريز ولا اني ما كانش على بلها بلي انها مزورة ولا غادي يجيب ليها مبعد شي ضرار فبقات كتتستخدم ذاك التوموبيل احتر واحد الشهر فهذا السنة غادي يجي البوليس اللي عندنا للدار و هنا في انتقل بتحيتنا كاملين ذاك النهار عمروا ما يتنسى ليا وخا شح المدازو ديا السنوات فاش جاوا البوليس وقفوا عليها وقالوا لها بلي انه الطوموبيل ووراقها مزورين انا قلت انا ذاك بلي انه شي حاجة عادية حيث قد نقول بلي انه راه ماشي ديا لي وبلي هاد الانسان اللي جابها لي ومبعد غادي تخليها منه اللي هم حتى غادي نتفاجئ بالكوميسير اللي غادي يجي عندي وقال لي يا بلي انا وماما راكت بها الغبرة واعطاه لها فلان فلان اللي هو راجلها واعطاه لها تبعه بالواسطة انتاعة التوموبيل اللي مشى تبعناها وبلي انا ودبا راجلها راهر بخارج البلاد ماما غادي تحصل الوسطى دي شي كامل حنا ممشينا الكوميسارية وطلنا على المحضر لقينا بلي انه ذاك الراجل معمري عليها الدوسي مزيان داروا لها بلي انها بعت كيلو ديال كوكاين وبلي انا اخذت فيه 11 مليون وشفروه لها وشي حويج ترى ولي انا عارفة بلي انه ماما ما تقدرش تديرهم هو يبعيد عليه خصوصا ان انا كان عرفوها من يحلينا عينينا بلي انا كانت تقتل على اي حاجة فيها الحلال لدرجة انها كانت تقدير البطبوط والمسمن والبغرير وتبيعه يعني اي واحد الانسان اللي كتفها ماشي باردين وكتبغيها بسهولة كانت تقدير الميناج في القهوة في البلوات ما خلت فين خدمات باش تجيبها بعرقاء واحد الانسان اللي عارفة ما بينه وبين الله فماشي في اخر ترفع مرها من بعد ما كبرتنا غادي تختارها الطريق ولكن الغلط لدات انا تزوجت بذلك الانسان وتقتفيه من نهار دخل حياتها وهي تتبت لات ما بقتش ناشطة ولا فرحانة في حياتها ولا تمنوسوسة من جهته هوا كيهضر مع هادي ولا هادي وعلما انها عارفة باللي انا انا ومزوج وعنده ثلاثة ديالوليدات وليدات اللي تبارك الله مكبار شحل ممرة نقول لها ماما راكي غادي تكوني مرته الثانية يعني غادي تخصي على شحل من حاجة اه ماشي مشكلة رادي نتقبلها ولكن مع ممرة ما تتقبلت خصوصا فاش قال لها بلي انا وغادي يمشي لأوروبا ويدي ولاد ويقرأ تماما قلت لها بلي انا وفاة اللحظة هي غادي تفارق معاه وبدتك تهدو كدقول لي بلي انا هو غادي تقول هادشي لمراته وهنا فين غادي يفكر انا ودي المهم هو غادي يغبر لي الاثار ومامات شدات وتحكمات بربع سنين ديال الحبس دارو ليها بلي انا كتاجر مخدرات وبلي انا مزورات طو موبيل ومعمر لعضوصين مزيان احنا اليوم كنت نولستنا في باش انا نشوفو وشي قدروا ننقصو لها شوية ولا لا بعد ما كنا عايشين حياتنا وفرحانين وباخير واسرة سعيدة وطاموحة بزاف لدرجة انه كل شي كان يغير من القرابة اللي كانت ما بيننا وما بين ماما درجة انه كانت خطنا وصاحبتنا وكانت هزنا بسنانها ونحن مزوجين كانت تجيبنا بيجامات وكانت تقول لنا هاكو لبسو لا ماما راحنا اللي خصنا نجيبو لك لا ما حدي انا في الحياة عمركم نشروو شي حاجه خطي قبل ما توريد ماشي بزاف هذيك انه كانت تقضى وكان بكولي انه عمرنا في حياتنا خرجنا نشروو ريوسنا شي حاجه لدرجة انه الملابس الداخلية ديالنا عمرنا عرفنا التامان ديالها هي اللي كانت تجيب لنا كل شي وخاف حنا مزوجات اللي يسمع قصي كانت منه انه يضحيم عماما انه ينزل لح حكم ديالها في الاستناف ويفرج عليه عليه انه اربعين دعوة مستجابة عند مولانا وماما ما كتستهل شهدش اللي اضرافها غلطات انها تقت في واحد الانسان اللي بغاته من قلبها ورغم العلاقة اللي كانت ممينته من مسمومة ولكن غضرها وطعنها وفي العاجيب في الامر انها ماجبدتش تسميته في المحضر ما قالت عليه والو وكل شي هذاته فوق مظهرها لدرجة انه وقال لي المحامي كون غير قالت تسميه انت شي حد حيث هذات كل شي فوق مظهرها وخامة ديرا والو كانت من الله انا ويخ ويصبرها حدش ما صبراش على الحبس وكاتبكي وكاتقول لي انا وقاداش على فرقنة وكاتقول لي انا ها دمات على نهار لحطت يديها في الدكسيد وانا انا اقول الحمد للله انا وما كانش حاجه ما كتر من هادش حدش وربما كانت تكون مكفس وخرقاتها هذه هي كانت نهايتها فاشتبعت قلبها لكن من بعد شهرين لها في الحبس مشيت في الزيارة ديالها واللي بارح عندها والخسام زيانه وقال لي انا هو تقبلت هادش اللي وقال لي انا ربما في خير حدش بحيث حسست بلي أنا وبعداتها لا تريق مولانا ولكن دبا كتحس براثة بلي أنا قريبا مولانا بزاف حيث شو اللي تكتنضل الفجر وكتصلي بزاف وحتى النوافل واللي تكديرهم وكتسباح وكتقرأ القرآن كتقول ربما ربي بخاني نقرب منه ولله الحمد مدام حطني هنا وهو عارف لي أي سبب وأنا راضية لقيتها وأخيرا أنا تقبلت هذا الأمر ولأول مرة وهذا شي فرحني شي شوية هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية حنان سبحان الله بعد المرات كانت دونهم موحد تمرحيلة ولا موحد الامتحانات اللي ربما كيجيونا أيام ليهم متقال وما كيقدروش نستحملهم ولكن مولانا عارف الخير اللي يديرنا في كل حاجة الحمد لله أنه لأم ديالها قدرت تشوف هذا الأمر أو لا الحكمة كيف قالت بلي أنا دخلات وحسيت برسا أنها تقربت مولانا أكثر ربما ربي بغى لها هاد الخلوة بينها وبينفسها المدة 4 سنين وما نيادري ربما ربي بغى نلقيها من تنوب في هاد 4 سنين وما نيادري بعد مرات أو لا في أغلبية الوقت فاش كانت راوف شي وحلية بحال هكا أو لا فاش كانت طيحوا في محن ما خصاش نسول ولا علاش ولا كيفاش خصنا غير نشده طرق مولانا نحمد الله ونستسلمه لأنه الإسلام هو الاستسلام لله فقط لغيره هذه كانت حكيتنا الليلة الله يفرجع لها والله يفرجع لخوتنا لفلسطين يا مولانا يا كريم يا قادر حسن في الأخير فلسطين لينا بغى ولا كروا فضمتم في رعاية الله وحفظه ربما تلقوا غضاء أو لا بعد غضاء ما زال معارش ولكن دائما في نفس التوقيت سمنوا بتوقيت المغرب ضمتم في رعاية الله وحفظه سلام سامانا سامانا سلام